في الحقيقة أنا مبسوط جداً من إن في عدد كبير جداً من المبادرات ومن المسابقات اللي بتكتشف المواهب الكابيتانو أو كابيتانو مصر اللي بيدور على لعبة الكورة في كل محافظة الدوم اللي بيطلع لنا أبرز وأجمل المواهب وخد على ده بقى عدد كبير من المسابقات في ظل هذا الاهتمام الكبير بالمواهب في الفترة الأخيرة فعدد كبير من المجالات وفي ظل وجود عدد يعني لا ينتهي من المبادرات لإكتشاف المواهب بنشوف مبادرة عملها وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف المصرية عمل مبادرة اسمها اكتشاف هذه المبادرة أطلقت من أجل اكتشاف المواهب في مجال الدعوة في مجال القرآن الكريم في مجال الابتهال الديني واحنا يعني مصر يعني عمود من أعمدة الابتهال الديني في العالم العربي خلينا نتعرف على هذه المسابقة تقدم فيها ازاي لو صوتك كويس تقدر تعمل ايه دكتور أيمر ابو عمر وكيل وزارة العوقاف لشؤون الدعوة واضفنا نهاردة في ستوديو صباح الخير هنا مصر منورنا فندم هيكلمنا عن هذه المبادرة وعن شروط التقدم لها وعن كوالسها الخاصة جدا أهلا بحضرك أهلا نصف بصطفى وأهلا نصف هذه الصباح الخير لمصر كلها وللعالم كله أهلا بحرك يعني كويس جدا أن احنا بدأنا بهذا النسق وبهذا الشكل هتعملوها إزاي هذه المبادرة هتعملوها على غرار البرامج التلفزيونية وإزاي الواحد يخش يقدم فيها يعني فيه أسئلة كتيرة جدا كلمنا كده نبزع عنها الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله أنا أشكر حضراتكم طبعا على الاهتمام وإلقاء الضوء الدائم على يعني فاعليات ومبادرات وزارة الأوقاف المتعددة أهلا بك حضراك عارف أن المسابقات ده لون من ألوان التثقيف وحالة من حالات الثراء الفكري وبناء الوعي احنا مهتمين الحياة الفترة اللي فاتت ومع الوزير مهتم بتكثيف المسابقات على مختلف المستويات دي إحدى المبادرات وإحدى المسابقات اللي بتسعى الوزارة فيها لاكتشاف المواهب مش بس الصغيرة المواهب المختلفة لأن كتير من الناس احنا شعب معطاء ما شاء الله يعني كتير من الناس عندها موهبة ومش عارفة تروح بيها فين فأنا جاي النهاردة بقول لك وزارة الأوقاف أنا جاي لك جاي أكتشفك أشوف المواهبة اللي عندك على المحاور اللي حضرتك قلت عليها سواء القرآن الكريم حفظ القرآن الكريم والأداء الصوتي احنا عايزين أصوات متميزة ودي حاجة مصر تميزت بيها دايما بنقول أن مصر هي عاصمة دولة التلاوة وعندنا ما شاء الله القراء يعني المعروفين على مستوى العالم أو على مستوى الأداء الدعوي يعني احنا المسابقة بتنقسم لأربع فرع الفرع الأول أنا عايز الصوت الذهبي الصوت الذهبي أداء القرآن الكريم وأداء في الابتهالات حضرك عارف الابتهال ده شيء لطيف وبيدخل للقلب وبيرفع الحس الإيماني عند الناس ودي يعني مصر تميزت بهذا اللون من ألوان يعني حمد ريفعت شيخ وصطفى إسماعيل نعم شيخ النقشبان دي كثير يعني يعني عدي كثير الفرع الثاني احنا بنتكلم فيه عايزين القارئ الصغير علشان ما دخلش الشباب اللي هو تحت 16 سنة يتنافس معنا الأكبر منه فحددنا فرع للقارئ الصغير تحت 16 سنة اللي هو حافظ بس حافظ مع حسن الأداء الصوت يجمع ما بين الحفظ الكامل والحفظ التام وحسن الأداء الصوت الفرع الثالث للدعوة الخطيب النابه يعني ايه النابه يعني الخطيب اللي متمكن اللي بشوف هو وقف على المنبر يستخدم أدواته صحة يعرف يوصل الرسالة للناس بأسلوب يتناسب مع ثقافة المجتمع اللي هو عايش فيه يعرف يقدر رسالة بفكري وسطي ومنهج صحيح ومستمير الفرع الرابع عندي بقى الإمام المتميز أو الإمام المؤثر والواعظة المؤثرة مؤثر في أداء لدعوته مؤثر على وسائل التواصل السوشي الميديا لأن ده خلاص أصبح أداء من أدوات التعامل مفيش غنى عنها وأداء من أدوات قياس تأثير يعني عطائك وأدائك في الدعوة هشوفه مؤثر كمان في المجتمع اللي هو عايش فيه والمحيط اللي هو عايش فيه إحنا بنقول دايماً إن مش دور الإمام إن نواقف بس يصلي بالناس الصلوات المفروضة ولا بس بيقد الخطبة ولا بيقد الدرس ده دور يعني من أحد الأدوار اللي بيقوم به لكن الدور المجتمعي إن أكون متعايش مع الناس إن أكون قريب مع الناس عايش مشاكلهم وحاسس بيهم يجيلي يشكيلي ابنه عنده إيه وبنته عندها إيه وأنا أدي له الحل بفهم وفكرة واسع ومستنير ده دور مطلوب للإمام لأن أنت عارف إحنا بطبيعتنا بنميل لأهل الدين سواء مسلمين سواء مسيحيين كل فئة بتميل لأهلها فأنت بتبقى عايز تسمع من الإمام مشورته طيب يبقى أنا لازم أشوف دورك وتأثيرك مشاركتك للناس فأفرحهم ومشاركتك للناس فأحزنهم أنت مش إمام ولا دعية قافل على نفسك أنت للمجتمع وده كان حال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والأثار والأدلة على كده كثيرا في حياته صلى الله عليه وسلم إزاي أقدم زي ما حضرتك قلت إحنا يعني إنبارح كده دي الأفرع كلها دي الأربع أفرع في المسابقة في المبادرة دي مبادرة تحتشاف هل بقى في شروط معينة للمبادرة عمر ما دراسة ما يعني إزاي كمان الناس توصل وتقدم هو الشرط الوحيد في الفرع اللي هو بتاع القرق الصغير إنه عمره ما يكونش تخطى 16 سنة بقية الأفرع مفتوحة وفيه فرع بقى اللي هو خاص بالآئمة والوعزات واكتشاف يعني المؤثرين منهم الحاجة التانية حضرتك سألت كيفية التقديم هي هتبدأ في مرحلة تمهيدية المرحلة تمهيدية بتاعتها هتكون من خلال المدريات الإقليمية مدريات الإقليمية هتعلن إحنا علننا على موقع الوزارة وصفحة معالي الوزير المدريات الإقليمية هتعلن وهتعلن في الإدارات الفرعية وهتم المرحلة الأولى من المسابقة دي بيعني بوجود ناس متخصصين عندهم قدرة على تمييز وعلى تقييم الأداء لكل متسابق وترفع بعد كده النتائج دي لديوان عام الوزار يعني فيه لجان تحكيم صغيرة وبعدين لجان تحكيم كبيرة طبعا وبعد كده مرحلة تصفيات نهائية والجميل في المبادرة دي إن هي دي مجرد بداية لها ما بعدها يعني هي المرحلة دي المرحلة الأولى دي تم رصد مكافآت لها بما بلغ تقريبا مليون جنيه لكن دي ليست النهاية أنا مش هاخده يعني أبرزه في البرنامج ده أو في المبادرة دي وبعد كده أسيبه لا هي مقصود منها زي معاها الوزير الماء أعلن إنها رعاية المواهب المتميزة والوصول معها لأبعد مكان هي تقدر توصل به برعاية تامة من وزارة الوزارة يعني نجحنا أنه وأعلن الفائز وسقفناه هتعمل إنت هتستسمر بقى إيه أبعد مكان يكون عالمي إحنا كان عندنا القراء بتوعنا العالميين إحنا كان عندنا الشيخ عبدالبوسط الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ النقشبندي الشيخ عبدالطبلاوي مشايخ كتيرة كان لهم سمة العالمية وطبع العالمية وكانت الناس دي هي يعني محبوبة أنا عايز بقى أطلع قارئ من صغره أرعاه يوصل للمرحلة دي عايز أوصل أي سبل الرعاية دي يا دكتور يعني إزاي أرعى المواهب بعد ما أكتشفها ده جزء كبير من المشوار إنه يتم اكتشاف الموهبة وإنه متميز في كذا إيه بقى سبل الرعاية اللي المفروض تقدم لي والخطة من قبل حضراتكم لهذه الرعاية رعاية فكرية أولا لأننا العالم دلوقتي في حرب فكرية لازم أحافظ على ابني السلطة اللي عنده الموهبة دي إنه يكون صاحب فكر وسطي إنه لا يروح بعيد عني ولا يروح لفكر منحرف يمينا ولا منحرف يسارا إنما يبقى التدين الرشيد المصري اللي هو تميزت بيه مصر واشتهرت بيه مصر اللي هو يرجع لأصول الدين الصحيح ضدنا وسط سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بين إن الوسطية هي يعني معالم ومظاهر هذا الدين وربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطة يبقى حافظ عليه فكريا وأرعاه كمان ماديا وأرعاه معنويا يعني إحنا مثلا عندنا مسابقة العالمية للقرآن الكريم لما هيبقى عندي شباب من اللي خرجوا من اكتشاف دول هيشاركوا في المسابقة العالمية المسابقة العالمية دي هتبقى تشرف إنها يعني برعاية سيادة الرئيس وبإشرف كامل من معالي الوزير هتبدأ يوم أربعة تنين وتنتهي يوم تمانية تنين إحنا بننتظر مشاركة تمانين دولة فيها لغاية الآن خمسة واربعين دولة أكدوا مشاركتهم تم إرسال الدعوات لتمانية وتسعين دولة المسابقة دي كل سنة بتاخد زخم كبير يعني حتى كان معالي وزير وهبيعلن عنها قال إن كان فيه توجهات من سيادة الرئيس يعني رفع قيمة الجوائز تحفيزا للناس وبالفعل تم رفع قيمة الجوائز لمليون ونصف دي مسابقة عالمية لما هاخد حد من عندي من الشباب في اكتشاف ده هرفعه هنطلق به للعالمية في النهائيات نعم يعني إحنا حنستثمر في المسابقات العالمية بس ولا عندنا خطط تانية من أجل أن نستثمر في هذه الأصوات الذهبية في هؤلاء الدعاء الجدد الصغيرين المواهب الجديدة لا طبعا في مجالات كتيرة لكن عايز أقول لك كل واحد هيستثمر في المكان اللي هو برع فيه إن كان في الخطابة إن كان في القراءة إن كان في الابتهال وده يعني اللي بيقال ده مجرد رؤوس أقلام لأن فيه حاجات لا تقال إلا في وقتها لكن أنت عارف طبعا حضرك دلوقتي إنك لما تاخد واحد وترعى وتهتمي به من خلال السوشيال ميديا ومن خلال يعني استخدام الوسائل الحديثة أنت عارف إنك ممكن توصل به لفين طبعا المبادرة موجودة في كل المحافظات أو هتبدأ في كل المحافظات ولا متأسم لا المبادرة موجودة في كل المحافظات والرابط موجود على الخبر اللي هو تم الإعلان عنه والتقديم متاح لغاية يوم 31 يناير طب أنا في الحياة طبعا جميل جدا القرآن الكريم والابتهال الديني والخلاف ولكن أنا مهتم جدا بفكرة الدعاء الجدد لأن إحنا للأسف بنعاني من هذه الظاهرة ما عندناش يعني يطلع حد ممكن يبقى مثلا إيه ليه اتجاهات معينة ليه مش عارف إيه أنا عشان أبني بقى داعية عنده وعي حقيقي ويبقى ابني أنا أقدر يعني أبقى ضامن هو بيقول إيه كويس ما عندوش أي سموم فكري هعمل ده ازاي عندي خطة لده ولا وهل الحاجة دي يعني عايز أقول هل الحاجة زي دي بتصنع ولا هم اللي بيصنعوا نفسهم سؤال فلسفي شواء لا 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 ده جميل خالص هو الحقيقة احنا مش لسه هنصنع او مش لسه هنعمل احنا عندنا الكوادر اللي بنافق فيها الآن اللي بنبعثها لجميع الدول العالم من خلال المطالبات اللي بتجيلنا وعلى يقين تام وكامل بفكرهم وبأداءهم وبأخلاقهم وبانتماءهم لدنهم وبانتماءهم لوطنهم وفهمهم للأحداث اللي بتحصل حولهم ووعيهم التام والكامل اللي يأهلهم ان هم يبنوا وعي الآخرين ما بقالنا سنين بنشتغل على القضية دي حضراك شفت يا مصطفى كم الزخم اللي بيحصل دلوقتي من مقارئ قرآنية من مجالس إفتاه مجالس حديث مجالس فقه من دروس الوعيزات من دروس منهجية من منبر مشترك ما بين أئمة الأوقاف وبأئمة الأزهر ليه كل ده ظهر بالضخامة دي وبالكثافة دي دلوقت لأن احنا كان عندنا مرحلة كنا شوف زي ما بيقولوا كده أهل أهل الفهم وأرباب المعرفة التخلية قبل التحلية يعني التخلية يعني أنا كنت بنقل جو اللي حوالي من الأفكار المسممة لغاية ما وصلت للسيطرة الكاملة على المنابر للسيطرة الكاملة الكاملة على المساجد للسيطرة الكاملة أنه ما حدش يطلع على المنبر غير وصاحب فكر وسطي تربى في الأزهر أو تعلم في مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف وأنا كن آمن على ابني وهو قاعد وبيسمع الخطبة أن ابني بيسمع كلام صحيح ما جيش بعد كده لاي ابني بيقول لي النهاردة الشيخ قال كذا أو قال كذا لما وصلنا للمرحلة الكاملة من التنقية والتخلية دي بدأنا نظهر بقى بالزخم الكبير ده في الفعاليات اللي موجودة في المساجد واللي كل الناس شايفها وكل الناس ملاحظة للأطفال للنساء للرجال لكل فئات المجتمع هيروح المسجد هيلقي الحاجة اللي هو بيطلبها موجودة حال في الخطة شيء مالي علاقة بالنشأ والتربية وطريقة التعامل مع الجيل الجديد ده بأدواته بأفكاره اللي يمكن في منها جزء كبير لا يتماشى مع عادتنا وتقاليدنا لكن بقت بتتصدر لهم من حاجات كتير هم بيشوفوها بيتعاملوا معها فهل في جزء ما في هذه الخطة ليه علاقة بالنشأ والتربية؟ طبعا عندنا عندنا صفحات على الفيسبوك بتتكلم بتخاطب الأطفال صفحات خاصة للأطفال عندنا مجلة منبر الإسلام للطفل المصري عندنا كتير من القصص اللي تعاملت وبتخاطب الأطفال وبتواجه الأطفال غير الفيديوهات القصيرة اللي تعاملت على مواقع التواصل يوتيوب وفيسبوك وبتتكلم مع الأطفال عن تعاليم الدين بتكلمهم عن بعض الأفكار اللي ممكن تخطر في أذهانهم ويبقوا عايزين إجابة عليها كمان اللي أنا كنت بقول حضرتك عليه المسابقة العالمية للقرآن الكريم اللي هي تقام في شهر اتنين فيها تمن أفرع منهم فرع للناشئة يعني الأطفال الصغار اللي هم تحت 15 سنة اللي يحفظ القرآن الكريم ومش بس الحفظ لأن إحنا دايما بنتكلم إن إحنا عايزين ننتقل من مرحلة الحفظ والتلقيل لمرحلة الفهم والإبداع والإدراك الكامل لمقاصد الشريعة وفهم النصوص فهم صحيح علشان نقدر نطبقها على الواقع اللي إحنا عايشين فيه ما هو ده كان قصد سؤال يا دكتور إنه الجيل الجديد ده أنا عارفة إنه فيه حاجات بتقدم لي لكن الحقيقة إنه يمكن إحنا ولأنه بيبقى فيه أطفال مهتمين بحفظ القرآن وأهليهم مهتمين يبدوا وأطفال بيكونوا بعد شوية عندها ما عادش حد بعيد إيه ما عادش حد بعيد إنت فكرتيني دلوقتي إحنا أطلقنا الأسبوع اللي فات أو مع مطلع السنة الجديدة يعني حاجة كده اسمها التحفيظ عن بعد برنامج التحفيظ عن بعد بدأنا فيه بستاشر محفظ ومحفظة من أعضاء هيئة التدريس من محفظي وزارة الأوقاف من أئمة وزارة الأوقاف من وعظات وزارة الأوقاف المتميزين ستاشر واحد أصبحوا بيحفظوا الناس عن بعد أنا قاعد دلوقتي وابني قاعد قدامي في البيت وفاتح القبل كيشن بتاعه وبيتواصل مع الشيخ والشيخ معاه في نفس الوقت بيصحح له التلاوة والقراءة ومش بس حفظه زي ما بيقول دايما الفهم لأن إحنا معنيين جدا مهم جدا لأن إحنا يعني عايزين الأخلاق وعايزين يعني مكرم الأخلاق اللي بناخدها من القرآن الأطفال يستوعبوها من هما صغيرين حقيقة ده ده اللي بتهتم بالوزارة وده اللي بتسع فيه جاهدة وخلينا نقول إن إحنا يعني الحق لله يعني إحنا إلى الآن رضيين بما يتم صحيح لكن ليس هذا هو كل الغاية إحنا عندنا يعني طموح لما هو أكبر من ذلك إن شاء الله على أي حال يعني فكرة المسابقات في حد ذاتها فكرة عظيمة إذا كانت وزارة الأوقاف عملت مسابقة اكتشاف لإكتشاف دعاء جدد وقارئين للقرآن ومبتهلين جدد فدي فكرة تتحط فوق الرأس عندنا حاجة في الرياضة عملت عندنا حاجة في التقديم التلفزيوني والفنون الإبداعية كلها محتاجين مسابقات في كل مجال محتاجين أفضل حد في الزراعة أفضل حد في الصناعة أفضل حد ننمي قدرتنا ومواهبنا بوجود عدد كبير من هذه المسابقات نكتشف ونطلع أجيال جديدة مصر مش عاجزة إحنا بلد قوتها في عددها الكبير وأعتقد ده أكبر كنز بتعاني منه دول كتير جدا أنها ما عندهاش هذه الميزة التنفسية نشكرك دكتور أيمن أبو عمر وكيل وزارة الأوقاف لشؤون الدعوة وشكرا جزيلا على المسابقة الجميلة ونتمنى إن شاء الله أنها تفرز لنا أجيال جديدة من المصريين القادرين وهم يحملوا راية الوطن ورية الدين لأعلى المرات شكرا جزيلا يا دكتور نورتين